أهلا بكم مشاهدنا الكرام إلى موعد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنته الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها بجريدة المساء التي عنونت في صدر صفحتها قمة الجزائر نجاح بكل المقاييس للعمامرة العمل بروح توافقية لإنجاح قمة لم الشمل وجاء في هذا المقال أكد على ضرورة تجاوز المقاربات التقليدية يجب العمل بروح توافقية لإنجاح قمة لم الشمل حيث دعا وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة أمس الدول العربية إلى المساهمة في إنجاح أشغال القمة العربية بالجزائر لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ويستجيب لمتطلبات الحاضر ويمكن بصفة جماعية من رسم معالم مستقبل أفضل لشعوب العربية من خلال مضاعفة الجهود كمجموعة منسجمة وموحدة تعزز مقويمات التكامل العربي وقال عمامرة خلال افتتاحه أشغال الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية العرب في إطار عقد القمة العربية بالجزائر يوم الثلاثاء القادم أن التطورات التي يشهدها العالم وتشعب أبعاده لا يجب أن تنسينا قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تمر بأصعب مراحلها في ظل تمادي المحتل الإسرائيلي على فرض سياسة الأمر الواقع إلى جريدة المشوار السياسي التي عنونت في هذا المقال أبواق تحاول التشويش على قمة الجزائر العرباوي يحذر من ادعاءات الإعلام المغربي حيث حذر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نذير عرباوي من ادعاءات الإعلام المغربي حيث فند تفنيدا قاطعا ما تدولته بخصوص مشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في القمة العربية باعتبار أن الجمهورية الصحراوية ليست عضوا في الجامعة العربية وشدد السفير العرباوي أن الهدف من الخبر المضلل هو التشويش على القمة العربية والعمل على محاولة إفشالها خاصة أن بوادر نجاحها بدأت تبرز بعد الاجتماعات التحضيرية التي تمت على مستوى المندوبين وعلى مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى جريدة اليوم التي عنونت هي الأخرى في هذا المقال البرلمان العربي واثق في قدرة الجزائر على إنجاح القمة العربية بما يحقق أمال وتطلعات الشعوب العربية حيث أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن ثقته الكبيرة في قدرة الجزائر على إنجاح فعاليات القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر بما يحقق أمال وتطلعات الشعوب العربية وأوضح أن هذه القمة تكتسي أهمية استثنائية حيث يأتي إنعقادها في لحظة حاسمة تتزايد فيها التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدول العربية والتي تتطلب أكثر من أي وقت مضى زيادة وتيرة التعاون والتضامن العربي والدفع بمسيرة العمل العربي المشترك لمواجهة هذه التحديات وتحقيق أمال وطموحات الشعب العربي في الأمن والتنمية والاستقرار إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت هي الأخرى في هذا المقال وزير الصحة يؤكد توفير كل أدوية السرطان حيث كشف وزير الصحة بمناسبة إشرافه رفقة السيدة كريكو على اختتام شهر أكتوبر الوردي الموجه للتوعية حول الوقاية من سرطان الثدي عن توفير كل أنواع الأدوية الموجهة لعلاج السرطان والأمراض الأخرى التي سجلت كما أضاف نقصا خلال الأشهر الأخيرة بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف مجمع صيدال والصيدالية المركزية للمستشفيات حيث ستتكفل هذه الأخيرة بوضع كل أنواع الأدوية التي يحتاجها المرضى بجميع نواحي القطر الوطني يقول هذا المقال مقال آخر على جريدة الجديد اليومي التي عنونت سياسة الردع تحمي جيوب المواطنين توقيف 176 شخص في شهر واحد وعقوبات بلغت 20 سنة حبس حيث أتت عمليات الردع التي شنها القضاء الجزائري والأجهزة الأمنية ضد المضاربين بقوت الجزائريين بثمارها من خلال عودة وفرة الزيت والسميد والمواد الغذائية التي تم احتكارها وتخزينها مع سبق الإصرار والترصد إذ تمت إدانة 176 شخص تورطوا في المضاربة بعقوبات مشددة وصلت إلى 20 سنة حبس خلال شهر أكتوبر الجاري فقط وكما توعدت السلطات القضائية بأمر من الرئيس تبون القاضي الأول للبلاد بنسف كل من يحاول التلاعب بقوت الجزائريين وفرض عقوبات مشددة عليهم تصل إلى السجن المؤبد ويضيف كاتب المقال بعد أن تبين وجود قراء ودلاء القطعية تثبت أن المضاربة أضحت أفعال منظمة تهدف مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب استقرار الدولة مباشرة إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا أبو الغيظ نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده حيث قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ خلال انطلاق أشغال اجتماع وزراء الخارجي العرب نتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده وخلال استلام الجزائر لرئاسة الدورة الحالية للقمة العربية قال أبو الغيظ أنه يمكننا أن نقول من دون مبالغة أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفى الانفجار وتابع الأمين العام للجامعة العربية أن القمة تتطلع لترجمة واقعية لاتفاق الجزائر والتزام الأطراف الفلسطينية ببنوده كما ستكون هذه القمة علامة فارقة في تجديد دماء العمل العربي المشترك مقال آخر على موقع النهار أونلاين أيضا نقرأ فيه إداع ملفات ترشح للتأهيل الجامعي بداية من الثالث نوفمبر حيث أعلنت مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن لتأهيل الجامعي عن الشروع في استقبال ملفات الترشح للتأهل الجامعي للدورة الثامنة والأربعون بداية من الثالث نوفمبر القادم وأعلمت المديرية كافة المترشحين بأن القبول العلمي لملفات الترشح يخضع للمعايير الدنيا حسب ميدان تكوين المترشح وذلك بعد تحقيقه لأحد الاختيارات المقترحة وأكدت وزارة التعليم العالي أنه بالنسبة للأعمال البيضاغوجية والعلمية فإنه يتم تقييمها وفقا لشبكة التقييم المحددة من طرف اللجنة الجامعية الوطنية إلى موقع الإذاعة والذي كتب كأس أمم إفريقيا 2023 أقل من 23 سنة تصفيات إياب الدور الثاني تأجيل لقاء الجزائر جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اليوم الأحد حيث أجل لقاء الجزائر بنظره جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي كان مقررا أساسا أمس السبت على السادسة مساء لحساب إياب الدور الثاني لتصفية كأس أمم إفريقيا 2023 بالمغرب بـ 24 ساعة إلى اليوم الأحد بنفس التوقيت أي على السادسة مساء وفق ما علم من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ويأتي هذا القرار عقب فشل بعثة المنتخب الكونغولي للالتحاق بمدينة السطيف في الوقت المحدد بل تفادت البحثة حادث سقوط الطائرة يقول هذا المقال التي كانت من المفروض أن تقل لهم إلى الجزائر إثر عطب تقني حسب ما أوردته الصحفة المحلية إلى المواقع الإلكترونية الدولية وبداية بموقع روسيا اليوم الذي كتب روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في الواحد والثالثين من أكتوبر حيث أعلن ديمتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن موسكو طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن في الواحد والثالثين أكتوبر على خلفية الهجوم الأوكراني على السفن المشاركة في الصفقة الغذائية وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن نظام كييف نفذ هجوما إرهابيا على سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في سيفاستبول باستخدام طائرات مسيرة وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن متخصصين بريطانيين شاركوا بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم الإرهابي فجر أمس على سفن البحر الأسود في ميناء سيفاستبول كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية يضيف الموقع تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب اعتبارا من اليوم لأجل غير مسمى بسبب عدم ضمان سلامة السفن إلى موقع الجزيرة انتخابات التجديد النصفي بايدن يدلي بصوته مع بدء التصويت المبكر ويؤكد هذه أهم انتخابات في حياتنا حيث أدل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت بشكل استباقي بصوته في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي مع بداية التصويت المبكر في هذه الانتخابات المقررة رسميا في الثامن من نوفمبر المقبل وأدل بايدن بصوته في معقله في ويلمنت جون بولاية ديلاوير برفقة حفيدته ناتالي التي تصوت للمرة الأولى وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين ربما يفقدون خلال هذه الانتخابات السيطرة على مجلس الكونغرس يقول المقال إذ أن استياء الناخبين من ارتفاع التضخم يفسد الزخم الذي كان الديمقراطيون يأملون في الحصول عليه بعد معركة مريرة مع الجمهوريين حول حقوق الإجهاض إلى موقع سكاي نيوز عربية التي عنونت صدامات عنيفة بين الدرك الفرنسي ومتظاهرين غرب البلاد حيث أصيب نحو مئة شخص في صدامات عنيفة بين الدرك ومتظاهرين يحتجوا على إنشاء خزان مياه للري الزراعي في وسط غرب فرنسا وأصيب نحو ستين من عناصر الدرك وثلاثين متظاهرا بجروح خلال التجمع الذي منعته السلطات في منطقة سانسولين وكتب وزيرها الداخلية جيرالد درمانين عبر التويتر أن واحد وستون دركيا أصيبوا بجروح اثنين وعشرون منهم جروحهم بليغة ويعارض التجمع الاستلاء على الماء عبر وضعه في أحواض لاستعماله في الصناعة الزراعية في هذه المنطقة بغرب فرنسا ويعتبر النشطة أنها تقلل الوصول إلى المياه وسط ظروف الجفاف إلى موقعي البي بي سي عربي وفي شأن العراقي انفجار سهريج وقود في بغداد يصفر عن سقوط قتل وجرح حيث أعلنت قوات الأمن العراقية مقتل تسعة أشخاص على الأقل بعد انفجار سهريج المحمل بالوقود في العاصمة بغداد وأصيب ثلاثة عشر شخصا في الحادث الذي لم يعلن بعد عن أسباب وقوعه ووقع الانفجار بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى في منطقة الطالبية شرق بغداد وتعهد الرئيس العراقي المنتخب حديثا عبداللطيف رشيد بمحاسبة المقصرين ممن تسببوا في وقوع هذا الحادث إلى موقع الاندبندنت عربية الهالوين يتحول إلى حقيقة مفزعة في كوريا الجنوبية بعد مقتل نحو 151 شخصا بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سيول حيث أعلن رئيس كوريا الجنوبية يونسوك بول الأحد في حدادا عاما وقدم بونت عزيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين وقال في بيانين أن هذا أمر مأساوي حقا وقال تشويسونج يوم رئيس محطة إطفاء يونجو سان أن 151 شخصا تأكد مقتلهم من بين 19 أجنبيا من الصين وإيران وأوزباكستان والنيرويج وقال في إفادة صحفية في الموقع أن 82 شخصا أصيبوا بينهم 19 في حالة خطيرة وكانت تلك أول احتفالات بالهالوين منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد قيود مكافحة فيروس كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي بهذا الخبر مشاهدنا الكرام نصل إلى نهاية موعدنا لحديثي الصحافة لنهاري اليوم شكرا عن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة